كما ترأس سعادة الأستاذ إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة وفد البحرين المشارك في الاجتماع الخمسين للجنة التعاون الصناعي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأستاذ جاسم البديوي الذي تستضيفه سلطنة عمان الشقيقة وقد شمل الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات التي بينها توجيه المجلس الوزري في دورة الخامسة والخمسين بعد المئة بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الاقتصادية وعيضا متابعة تقرير عن تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به وغيرها من الموضوعات ترجمة نانسي قنقر